قد تبدو الصورة عادية لهذه البلدة اللبنانية لكن ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل أصبحت مستجدة على المشهد وهي آخذة بالازدياد فالاعتماد على الطاقة البديلة لتأمين الكهرباء كان يعتبر ترفا في لبنان لكن الانقطاع التام للطيار الكهربائي وغلاء أسعار اشتراكات المولدات دفع اللبنانيين إلى الاعتماد على الطاقة البديلة رغم كلفتها العالية تماما كما فعل باسم نهرة في دير دوريت في جبل لبنان نحن نعيشين ببلد ما فيه كهرباء بالوطن بده وقت كتير تتصلح فيه الكهرباء فلجأنا لأننا قاعدين كله بلد نور بلد كهرباء لدينا بيوت لدينا أولاد لدينا مصالح بدا تمشي فاضطرنا أن نحط الطاقة الشمسية الموتوريت أسعار خيالية لأننا نحن نعيشين كله بفوضى وهذه الفوضى اضطرت الناس أنه لو كان الطاقة بديلة يستهل كوة يقدروا يستهلوا فيها صحيح متفع فيها فريش دولار بس هالي فريش دولار بيقدروا يرتاحوا فيه لبعدين تركيب نظام الطاقة البديلة مكلف جدا لكن الناس وجدوا أنفسهم مرغمين على الاختيار بين العيش في العتمة الشاملة أو اللجوء إلى هذا البديل نحن عنا مصلحة كل شغلنا على الكهرباء والكهرباء ما عم تجي بالخالص بقى ولأنه الموتار ما فينا نحط قدام محلتنا موتارات أزعاج وما أزعاج وكل شغلنا بيتضمن كهرباء فترنا نركب الطاقة الشمسية ودينا كرميلة لنمشي مصلحتنا وبرى ما تمشي مصلحتنا ما فيها نعيش وبسط غياب السياسات الرسمية يخشى كثيرون من فوضى في قطاع الطاقة البديلة وما قد ينتج عنها من احتكارات جديدة يقع المواطن ضحيتها تماما كما يحصل في مسألة المولدات الخاصة اللجوء إلى البدائل خيار يعتمده اللبنانيون بعدما ملوا الوعود الرسمية بتأمين الطيار الكهربائي وبات أسر أصحاب المولدات الخاصة الذين يفردون سطوتهم بالفواتير الخيالية بعد انهيار قطاع الكهربائي بسبب عقود من سوء الإدارة سلمان عندارس كاي نيوز عربية بيروت